نشرت وسائل إعلام أمريكية في عام 2019 أخبار عن حال مختبر فورس تيتريك نقل عن مسادر أمريكية رسمية مثل إخلاق المختبر وحدوث التسريبات وما إلى ذلك أريد أن أؤكد حقيقة أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تعرق إلى آلات التحقق لاتباقية حظر الأسلحة البيولوجية يمكن فحص المختبرات في السن وروسيا لكن ما حدث في المختبرات الأمريكية لا أحد في العالم يعرف لأنه لا يسمح لأحد بذهاب إلى هناك لتحقيق أعتقد أن دعاءات الولايات المتحدة يمكن وصفها على أنها مجرد هراء وحتى أسوأ من هذا لقد خلقت عن عمد شبوكاً تجاه الصين الولايات المتحدة قدرة على توليد فيروس فستفكر في القيام بذلك ولذا فهي تعتقد أن الآخرين سيفعلون الشيء نفسه وأعتقد أن هذا غير معقول تماماً ولا معنى له لكن هذا يجسد نفاق الولايات المتحدة حيث أنهم يلومون أي دولة يريدون إلقاء اللوم عليها بشكل عشوائي لكنهم لا يقبلون عمليات التفتيش إنهم يعتقدون بغطرصة إنهم فوق العالم أعتقد أن فوضى التي خلفتها لحكومة أمريكية السابقة لا تزال مستمرة وأن ممارسة تسييس القطايا متعلقة بالوباء لم تتوقف ما أثار قلق أولماء في جميع أنحاء العالم في البداية يعتقد كثير من الناس أن الوباء سوف يدفعنا لدخول عصر جديد من العلم وأن الناس سيبدأون في اخترام علم كان يجب على أولماء أن يحصلوا على منصة لتتبع منشئ وعلى سكرون الجديد لكن النتيجة معكسة الماما وهذا مؤاسف حقا قال علي شيفني السفير المصري السابق لدى الصين إن الهدف الأساسي لبعض الدول الغربية وإثارة شكوك الرأي العام حول شفافية أعلان الصين عن الوباء وبالتالي التأثير على صورة الصين حول العالم لقد أصبح تسييس القضايا العالمية رئيسية مرضا مزمنا ويعاني العالم من هذه المشكلة خلقت ممارسات الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى جوا من الشك المتبادل في المجتمع الدولي وإذا استمرت الأمور على هذا النحو فإن جهود العالم في مكافحة الوباء ستتقلص بشكل كبير